حضرات السيدات والسادة المعاني والسفراء الهيئات والمؤسسات الدولية والمحلية إدارة جامعة القديس يوسف وأساتذتها أيها الطلاب وأيها الحفل الكريم تحية من القر كنت أتمنى أن أشارك معكم في هذا الحفل حضوريا وبالأخص أنكم تقيمونه في الجامعة التي تعلم تعلمت فيها وكانت هي الباب لأكون اليوم في خدمة وطني وخاصة في خدمة الأشخاص المقربين لقلبي وهم الأشخاص الأكثر حاجة ولكن بسبب التزام صابق تعزر علي الحضور إننا اليوم نقطو أول خطوة بعيداً عن العمل الروتيني الإداري بشكل يسهل عمليات البواطني وتحقيق حقوقهم كما ومتابعة واجباتهم بالوصول إذا هذا الحلم وعلى أصل الأزمتين الصحية والاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية تم إطلاق منصة إمباكت وهي مبادرة حكومية أهلية ساعدت من خلال التعاون مع المجتمع المحلي والمتطوعين على تسجيل المصابين بكورونا ومتابعتهم وأعطاء التوجهات اللاذمة له إن نجاح هذا العمل ومكنة هذه المعلومات ساعدت في متابعة عملية التلقيح بحيث أصبحت الشهادة الصادرة عن هذه المنصة أو هذه المنصة معترف بها عالمياً لقد سمح لنا هذا الاختبار بأن يتم اعتماد هذه المنصة كمنبر ثقة ما بين البنك الدولي والجهات المانحة والداعمة والحكومة اللبنانية لمساعدة الشعب من خلال شبكة التعاون فقد تم من خلال هذا التعاون مع مجموعة من فريق عمل ومهندسين لبنانيين تشجيل ما يقارب 580 ألف عائلة دون الارتهان إلى أي فأة سياسية أو عمل مكتبي أو ورقي هذه المعلومات تساعد لإيصال المطلوب بشفافية للأشخاص المستحقين كما وأن إجراء عمليات التسجيل على إمباكت هي بداية لتأسيس سجل إلكتروني اجتماعي وصحي هذه التجارب الناجحة هي الطريق الصحيح لبناء مؤسسات منتجة متطورة وفعالة تعمل بشفافية لخدمة المواطنين بعيداً كل البعد عن الفساد وشكراً ترجمة نانسي قنقر